هل تدرون ماذا سيكتب عنكم التاريخ ماذا فعلتم في هذه المرحلة السوداء في هذه المرحلة السوداء من تاريخ هذه الامة التي يعلن فيها ترامب عن القدس عاصمة لدولة الكيان عاصمة للاحتلال وينقل سفارته اليها وزعماء العرب يهرولون للتطبيع مع اسرائيل ولتصبح اسرائيل بدلا من العدو الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا ويقتل أطفالنا ونسائنا إلى دولة تعيش بشكل طبيعي دولة صديقة في المنطقة أتدرون ماذا سيكتب عنكم التاريخ يا من حوصرتم على مدار أحد عشر عام لتنقلبوا على حقوقكم وزوابتكم يا من حوصرتم وجوعتم مورست ضدكم كل الأساليب القذرة لتنقلبوا على مقاومتكم فخرجتم في هذا الحراك الوطن الكبير ورسمتم هذه اللوحة العظيمة أتدرون ما سيكتب عنكم التاريخ سيكتب أنكم في هذه المرحلة بالذات يوم نقلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس وصمت العالم صمتت جيوش العرب وأنفقت مليارات العرب على الكلام الفارغ والفاضي يوم نقلت سفارة أمريكيا إلى القدس وصمت العرب وصمت المسلمون خرجتم بأجسادكم العارية وأقدامكم الحافية وأمعائكم الخاوية لتقول للعالم أجمع أن هذه شهادتنا نسجلها للتاريخ ونمهرها بدماء سبعين شهيد يوم أرباطعش خمسة أننا نرفض هذا النقل نرفض أن تكون القدس إلا عاصمة لفلسطين عاصمة أبدية لفلسطين أتدرون ما سيكتب عنكم التاريخ أتعرفون ماذا فعلتم بكوشوككم بمقصاتكم بأعلامكم بطائراتكم الورقية أتدرون ما سيكتب عنكم التاريخ أتدرون أتدرون ماذا فعلتم وماذا سيكتب التاريخ عن تاريخ عنكم أيها الشباب الفلسطيني الثائر سيكتب أنكم فرطتم على العالم على كل شاشات التلفزة في العالم يوم 14 أربعة أن تقسم شاشتها بالنصف نصفها ينقل صورة الزيف والخداع والكذب والبلطجة وصورة تنقل صورة بطولتكم صورة تضحياتكم صورة عطائكم الذي لا ينضب صورة الحق الأبلج أتدرون ماذا فعلتم وماذا سيكتب عنكم التاريخ سيكتب عنكم التاريخ أنه رغم ازدحام جدوى الأعوال العالم ورغم ازدحام طاولة العالم ورغم أن المثبتين من أبناء شعبنا وأمتنا رغم أن المهرولين للتطبيع مع العدو الصهيوني أرادوا استخدام ذلك كمبرر لمزيد من التنازلات أنكم بصدوركم العارية وأقدامكم الحافية وأمعائكم الخاوية فرطتم على العالم على طاولة ساس